بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مودا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا نختار الجليس في بعض الاحيين فيه جليس بنفرضه على نفسنا لان اختيار الجليس بنختار الجليس الحسن او جليس السوق بتبقى فيه مساحة كده ممكن يطلقبط علينا الجليس ده او جليس من الجليس الحسن او جليس السوق وساعات احنا بنظن الجليس ده هو من افضل الجليس ممكن نعيش معاه فيحرق هدومنا ويملانا بالروائح الكريهة واحنا مش عارفين من الجلساء اللي احنا نتكلم عنهم وممكن يحصل فيهم ده جليس بيعيش مع ناس كتيرة لان فيه ناس بيعيشوا حياتهم فخورين ان الدنيا عندهم اما اوه ابيض يسود ما عندهمش رماضي تلاقيهم بيقولوا انا اما احب او اكره انت يا اما معايا يا اما ضدي والناس عندهم اما ملايكة او شياطين بس هو في الحقيقة الناس لهم ملايكة ولا هم شياطين ان الناس ناس الناس بنى قدمين مش لازم لما تحب واحد تخليه ملايك ولما تكره واحد تدور على اللي تخليه بيه شيطان فكرة اما اوه اوكازين بيتسند عليهم الشخص ده عشان اي حد عايز يلاقي مبرر لاخفاقه او كسله يعني دي فكرة بتعجز الناس مش بتقو الناس علشان كده اما اوه دي مغلطة منطقية مشهورة جدا جدا عند علماء الكلام والفلاسفة وتسمى الاحراج الزائف او القسم الثنائية الزائف والتفكير الثنائي ده خلص يعني الناس كلها دلوقتي بتقول ان التفكير الثنائية دي وضع الانسان في حاجة كريتيكال كده حاجة حرجة ده من بيوصلش الانسان انه حط نفسه في حاجة حرجة او حاجة نقدية ده بيوصل الانسان الى ان يتتحطم عنده كثير من المعارف لان المعارف كلها مش اما اوه طب ليه بقى هي زائفة لان الخيارات مش اتنين بس مفيش حاجة في الخيارات اتنين بس والالوان مش اندونين بس فمفيش حاجة اسمها اما اوه لان فيه ابعاد تالتة بعيدة عن اما اوه والحكاية مش فيها ابيض وسود بس والحياة فيها الوان كتيرة لان فيها رمادي اللي هو رمز الحقيقة لكون ان فيه الوان كتيرة غير الابيض والاسود فاحنا مش بنقول ان فيه رمادي يعني فيه لون بس تالت اسمه لون الرمادي الرمادي ده بيتكلم على زي ما بيقولوا كده بيتكلم على الاسبكترم بيتكلم على الطيف احنا عندنا طيف ونزاك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم شوف كده في حديث لا يصلياني احدكم العصرة اذا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ما شافش المسألة اما ان انت ما تصليش واما ان تصلي فيه بني القريزة لان ايه اللي حاصل المسألة بساطة خالص فهناك من صلى في الطريق واسرع لان مراد رسول الله انه وكان يسرع فعدم موجود مساحة الرمادي في حياة الناس بتبعدنا عن الحياة الحقيقية والاتزان وتحصل حياة كده وكأنها حياة اللي بيسموه بالاستلاح المعاصر حياة فيك مش حقيقية عدم موجود مساحة الرمادي في حياتنا شكل من اشكال العيش بالهوى افرأيت من اتخذ اله هو هوى ايه ده ده انا فاكر اننا لما عيش حياتي ابيض واسود ده نبقى انسان جاد ده نبقى انسان واضح لا لازم نعرف ان طريقة الابيض والاسود دي مش معناها ان الواحد مستقيم لازم نعرف ان طريقة الابيض والاسود دي مش طريقة الوضوح انما هي وسيلة لحماية الانسان نفسه حتى لو على سبيل الحقيقة ايه اسمعوا الكلام ده بجد والله حتى لو على سبيل الحقيقة يعني ممكن ان هو يحمي نفسه والحقيقة بتقوله ان ده مش ابيض واسود بس هو يخليها ابيض او اسود عشان يحمي ذاته يبقى المهم مش عنده الحقيقة هو بيحس بالتهديد هو بيحس بالتهديد لما يشوف ناس مش شبهه فلازم يعمل ايه يقصيهم ويبعدهم يقصيهم بايه انتوا ابيض انتوا معايا او اسود يبقوا مش معايا ومش بيقدر يفهم ان في ناس عندها اخلاق غيره ايه ده بيوصل لحل ده طبعا وخاصة في الناس الحساسين وخاصة في ناس كتيرة الدنيا لأما ابيض او اسود يقول لك الناس اما اخلاقي واما شخص غير اخلاقي طب ومين الاخلاقي بقى مين اللي عنده قيم اللي شابهي طب ومين اللي مش اخلاقي اللي مش شابهي عاوز بالله طب ودهت ولا عايزه بالله تطفيف هذا ولا عايزه بالله سوء ظن هذا ظلم واللي ما عندهوش رماضي تحس انه عامل زي السخرة شخص صلب وعنده سرعة في اطلاق الاحكام على الناس وعنده مشكلة في علاقاته ايه ده ده ما بيجتنبش كثير من الظن ده بيقع في الظن يعني لا يسمع قوله وتعالى اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن ياسم ده الرجل شغال في الظن طول الوقت لانه ما بيفهمش معنى العلاقات فما هو ما بيعشش العلاقات مع الناس وما بيعشش قوله وتعالى شعوبا وقبائل اللي تعارفوا انت اللي تبقى زي ومش معقوله ان اخد وقت للتعارف انا بفهم الحاجات انت لو ما ازاي بقى انت مش مستاهل ان انا اتعرف عليك وعشان كده دايما بيختبر علاقاته ودايما بيخليه يقع في علاقات سيئة وغير مناسبة لكن العلاقات في الحقيقة بتفرزها الحياة على فكرة مفيش منع ان انت تغلط وتقع انا مش بقول للناس اغلطوا لكن انت انت تقول انا لا ما بغلطش ولزاك تلاقيه مليان بالكبر الشخص ده ولما تيجي تكلمه يقوله انا ده انا ابسط الناس ده انا واضح جدا 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 لا انت حضرتك كبر اللي انت بتعمله ده كبر لان الحياة هي اللي بتفرز السعوب والخطأ يعني ايه اللي بيفرز السعوب والخطأ مش ممكن انت تكون صحيح طول الوقت وتكون عارف الاخلاق طول الوقت ما حدش قالك تعشق كل اللي تشوفه لكن في فرق بين انك تفهمه وبين انك تحبه افهم الحاجة ما حدش قالك تقبل كل شيء وما حدش قالك ترفض كل شيء تعامل مع الناس بصفحة مفتوحة عشان تكتشفهم وتعرف حقيقتهم مش تجيب الحقيقة اللي في دماغك وتحطها عليهم وتبقى ظلمت الناس وتقع فيه التعدي على اعراض الناس حضرت النبي قال كل المسلمي على المسلمي حرام دمه وماله وعرضه اعراض الناس مينفعش انت تتلعب بها كده وانت كده ماشي في طريق ان انت تضايق على نفسك وتخنق نفسك بلا داعي لان انت حاكم على كتير من الحاجات وكتير من الناس انهما اسود فما بتعملوش وانت ابيض فانتو الاتنين ما بتمنتزجوش ولا تختلطو ده يا سيدي كان زمان الحكماء يقولوا كلام مهم قوي قوي ممكن تشوف في الواحد خير وشر فتتجنب شر وتاخد خيره واعلمونا في ده التعبير الحكيم اللي بيقول خذ الثمرة والق العودة في النار خذ الثمرة والق العودة في النار اول طبعا هو من اللي ما يسمع العبارة دي شوف الناس براجمتيين النفعيين لا يا سيدي شوف الناس اللي فهمين يعني ايه بشر اهم سبب في بقاء العقلية دي العقلية دي اللي العقلية المغلقة دي هي فكرة الابيض واسود وعشان كده من غير ما بناخد الكلام في مساحة احنا بنعشقها لا ده الحقيقي الحقيقي ان اكتر المتطرفين بيجوا من الناس اللي عندهم الحكاية ابيض واسود لانها بتجعل الانسان عنده نسبة جاهلة خطيرة جدا جدا لانه قريدي يعني ببساطة خالص هو جاهل ببقية الالوان هو جاهل انه فيه الوان تانية غيره هو جاهل انه ان النص لما يكون ظني فده فتح الباب لاجتهاد العلماء اللي بعد كده اجتهاد العلماء ده واتبقى اوسع باب من ابواب الرحمة حتى قالوا اختلافهم رحمة اللي ما عندهوش رماضي وانسان مستهلك بيستهلك الناس هو انسان مستهلك هو بيستهلك نفسه لان الرماضي على فكرة يعني الالوان المتعددة منطقة راح منطقة راحة للناس وعشان كده لما حد جي يصنف كتاب في الخلاف في الالوان فشيخه قال له ايه؟ شيخه بقساطة قال له قال له انا عايزة سمي كتاب كتاب الخلاف قال له لا لا ما تسموهش كتاب الخلاف سميه كتاب السعة سميه كتاب الايه؟ السعة يبقى ايزا الاختيارات دي منطقة تريح الانسان منطقة تفكير منطقة اخذ وعطة وتفاوض منطقة هدوء في بعض الاحيين وسعة يبقى وجود المساحة الرماضي والتنوع ده في حياتنا ربنا خلقها عشان نعيش عشان نتوافق عشان نستفيد من بعض عشان كل واحد فينا يبقى قيمة اضافية للاخر ربنا كان قادر يخلينا لونين بس ابيض ويسود يخلي الحياة كلها ابيض ويسود ده حتى يا سيدي لما الشمس بتيجي تغيب بتقول لنا على فكرة الدنيا مش ابيض ويسود حتى الشمس فيه حاجة اسمها وهي بتغيب اسمها شمس الاصيل بيتأيه ومشي كده تيجي بلون كده تحسسك تقولك مفيش ابيض ويسود الالوان ربنا قارها ان هي تبقى موجودة سبحان الله في الحياة عشان محدش الدعي الالوهية ان هو دايما عارف عارف الحقيقة وعشان ندوق الحقيقة في سعة الحياة نمشي ونبحث على الحقيقة ده حتى اللون الابيض اقولك حاجة شوف خلق الله بديع خلق الله لان ربنا عليه ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات اللي يقولي الالباب صاحب اللب وصاحب العقل يقول ايه ده انا لو حطيت اللون الابيض في منشور ايه اللي حاصل على المنشور يطلح سبع الوان اللي هي الوان طيف اه ايه ده يعني اللون الابيض نفسه اللي انت بتدعي ان هو لون الابيض هو في حقيقته سبع الوان يبقى اللي اكتشاف اللي اكتشافته ان النسبة الابيض والسود في حياتنا لا تتعدى عشرين في المية اللي بيمثله جوزء السابت في حياتنا وثمانين في المية يا راجل رمادي الوانات الوان اخرى كتيرة ليه بقى ليه كتير ليه بعض الناس بيعشاؤوا منطقة الابيض والسود عشان هم فاهمين ان هي بتسبب لهم راح وين بتسبب لهم شم راح وبتسبب لهم خنقة هو قاعد في المساحة اللي هو متصور ان براها هيبقى المجهول وهيبقى الضياع فهو متصور ان هو كده احسن فكرة الابيض والسود يا سادة فكرة سودوية ادمانية الانسان ممكن يدمنها وبتبقى عنده يبقى عنده اعتقاد ان هو كده بيحمي نفسه من الواجع ومن الالم وان حد يضمر حياته وان حد يخدعه وان حد يتلعب به بس هي بتخصم من الحياة وبتدمر وبيدمر بها الانسان بيديه نفسه الاشخاص دولة بيقصفوا عمر نفسهم بيديهم وبيعتبروا اللي عندهم هو النهاية ومنتهى املهم انهم يوصلوا للأم عايزينه فلو جات لهم حاجة تانية وتكون فيها خيرة والوسع عليهم ايه اللي حاصل ما يقدرواش يشوفوها مع اني عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم لان هم مش قدرين يشوفوا كويس مش قدرين يشوفوا الألوان وتلاقي الشخص ده بعد ما تمر عليه الحياة يكتشف ان الناس اللي شافهم محشين طلعوا حلوين اللي الاسود اللي كان شايفه اسود ما طلعش اسود ده طلع ايه كان عبارة عن خليط فهو فيه رماضي والناس اللي شافهم حلوين رجع شافهم محشين تاني والأبيض اللي شافه ما طلعش أبيض فيبتدي يصف الحياة بص بحي يعمل ايه هو يريد يرجع بقى هو يأبيض يسود فيبتدي يصف الحياة بان هي مليانة بالغلط وان الحياة معقدة ومش مفهومة وان الحياة مش مستقيمة وعلى فكرة وده كله غلط فيه ناس بتظن ان كل ما كان الابيض والاسود واضح عندي كل ما كنت انا واثق من نفسي لكن ممكن تكون الثقة دي عبارة عن غرور او كذب على النفس لكن الثقة الحقية في النفس انك تكون فاهم الحياة على حياتها من زي ما انت عايز ترسمها الناس اللي متزينين هم الاكثر ثقة وتلاقيهم واثق وانه حتى لو شاف ان فيه صعوبة في ادراك اي لون بيقدر يوصل اليه وعشان كده حضرت النبي علمنا استعن بالله ولا تعجز امشي في حياتك وابحس ايه الاجراءات اللي ممكن نقولها ونعملها عشان نخرج من هذه الفكرة المليئة بالمعاني السلبية اللي بتخلي حياة الانسان ديئة جدا ويتحبس احنا مش دائما نقول اللهم انا نسألك ان تحرر رقابنا من اهم الحاجات اللي محتاجين ان ربنا يحرر رقابنا منها هذه الفكرة المغلقة اول حاجة اول اجراء ممكن يساعدها اسمع الناس من غير احكام وجرب لما تسمع الناس من غير احكام جرب تشوف الناس وتشوف ايه الخير اللي عندهم تاني اجراء جرب تعمل الحاجات اللي بتعملها دايما ولكن بطريقة مختلفة وجديدة تالت حاجة احرص انك تتعلم كل يوم حاجة جديدة وتتدرب على مهارات جديدة وتسمع من حد جديد الحاجة الرابعة والاخيرة حاول دايما ان انت اي حاجة تشوفها شوف الجمال اللي فيها لان كل ما ترب نفسك على رؤية الجمال هتعرف ان الحاجة مش قبيحة وسيئة شوف حتى الجمال اللي في السيء وفتكر ان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما شافش شاميتة لميمونة فإيه اللي حصل قال هل لان تفعتم بإيهابها حضرت النبي ما شافش الجمال بس ما شافش الجمال في القبيح في الميت في الجيفة لكن امرهم كمان ان هم ينتفعوا بالجميل اللي في القبيح يا رب جعنا على الدوام من اهل رؤية الجمال وجعنا على الدوام من اهل رؤية كل هذه الالوان التي وسعت بها علينا يا رب العالمين احنا صفحتنا على الفيسبوك دايما بتتشرف بالرسائلكم وبتتنور بيها وبتتبارك وبنخصص لها الوقت زي الوقت اللي احنا مخصصين دلوقتي عشان نجاوب على اسئلتكم عشان تفضل اسئلتكم اللي بتوصلنا بركة ونور وفتح وتوفيق علينا اول سؤال وصلنا سؤال بيقول انا متجوزة بقالي تلات سنين وجوزي بيهني بالفاظ خارجة واحيانا بالاب والام اعوذوا بالله من الشيطة هو كده على طول معايا وهو بيشرب وما يشتغلش ممكن يقعد شهرين وما بيشتغلش وبروح اكل عندي امي انا وبنتي وكان معايا ولد وتوفى انا باعد عندي ممتي اكتر ما باعد معايا بسبب الفاظه النابية انا دلوقتي اهلي عايزين يطلقوني منه اعمل ايه انا مش لاقي حل بالله يبقى ايه اللي حاصل انا الحل ده لازم يتأسوا بسرعة ليه طيب لان احنا عندنا عندنا لسه الابن صغير فلازم نروح لخبير حد خبير يقسلنا الحكاية ايه ليه طب يقسلنا الحكاية ايه لان في بعض الاحيين بيوصل في بعض الاحيين بيشرب ما نعرفش هو مدمن ولا لا واضح ان احنا ابتدت الامور تزيد جدا 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 واضح ان الحياة مش مستقرة فلازم انا رأيي نعمل ايه نروح لخبير ونعرض عليه المسألة كلها وشرفونا في مركز الاشهاد الزواجي في دارة الافتقال المسائل ليه بقولكم كده لان في الحقيقة الوضع ده وضع على حفة الهوية بناء على كلامك الكلام اللي انت بتقوليه ده انه هو على حفة الهوية لكن في بعض الاحيين بيبقى الاثر النفسي بعد تحطم التوقعات عن الجواز بيبقى الاثر النفس الشديد فممكن نقول كلام صعب فعشان كده بقول ان احنا محتاجين نقدره لان لا تجربة الطلاق تجربة نبقى حريصين ان الناس تدخلها ولا العيش ولا العيش ولا الزواجي اللي مليان مهانة وبهدلة وقلة كرامة وقلة قيمة وعدم فهم لمفهوم الجواز برضو شيء نحرص عليه فالحكاية لازم تتوزن بميزان من ده فانا النصيحتي ان احنا محتاجين نقيم ان في حد من الخبراء يقيم الحالة بتاعتكم دي يعني مثلا ايه الحاجات اللي محتاجين نقيمها محتاجين نقيم ارادته للتغيير محتاجين نقيم هو ايه الدوافع اللي عنده عشان نبقى بهذه بهذه الصورة نقيم المسألة المالية ايه ايه هي فاحنا عندنا على الاقل حداشر بعض بنقيم عليها الحالة دي عشان نقدر نتكلم فيها فانا رأيه ونصحت لحضرتك ببساطة خالص وبسهولة وبيوس ان احنا محتاجين تقييم من خبير تقول لي ما انا كلمتك اه بس الكلام يعني اللي انت بعدتيه ده مش كافي طبعا طبعا الحمد لله في ناس كتيرة بتسعى وبتتكلم مباشرة لا يا بنت طلقي لا يا بنت اعملي وهم مش عارفين بقية التفاصيل ده مش شرع ربنا والله سبحانه تعالى امرنا ان احنا اذا تكلمنا نتكلم عن بصيرة وربنا لما وصف اللي بيساعدوا الناس قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فلابد ان احنا نكون على بصيرة فاصل ونرجع تاني نكمل اسئلتكم من باركة اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بن نامج ولا تعسروا ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعنا اسئلتكم من باركة اللي وصلنا على صفحتنا صفحة بن نامج ولا تعسروا اللي هي بتفضل معنا وتفضل تدخل السلوء على قلوبنا وتفضح لنا باب من ابواب انتظار تجلي ومدد ربنا سبحانه تعالى على قلوبنا السؤال بيقول ماذا افعل في مصاحف قديمة واوراقها صفراء وبعض صفحتها بها قط ولا تصلح للتبرع للمسجد لان طريقة الكتابة بها قديمة ارجو افادتي عندي شوية تفاصيل المصحف ده لو قديم احنا محتاجين نعرضه على خبراء لعل المصحف ده يكون مصحف تراثي يعني ايه مصحف تراثي هيكون مهم لان الخط اللي اتكتب بيه ده بيبقى مهم جدا جدا في خطوط المصاحف وقد يكون هذا المصحف من الاولى لو كان بخط قديم انت حداك قلت خط قديم قد يكون خط قديم بالنسبة لك مش قديم جدا لكن المتخصصين اللي عارفين في الخطوط ممكن يكون ده بالنسبة لهم مهم جدا 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 لانهما يعرفوا حاجات كتيرة جدا جدا ممكن ما تكونش انت عارفها فنعرضه الاول على خبراء لانه ممكن يكون ده حل يريحك من كل اللي انت الاقتراحات اللي انا اقترح عليك ليه طيب لانه ممكن يتاخد المصحف ده ويوضع في مكان يكون مناسب جدا جدا لتراثيتي اذا كان مصحفا تراثيا اذا كان مصحف تراثي يعني ايه اذا كان على الاقل عد على مئة سنة على التعريف اللي اختاروه في مسألة ده لا ده مصحف قديم يعني مش لهذه الدرجة لكن هو قديم يعني من عندنا موجود في القسرة مثلا من خمسين سنة تراثي تراثي ابوي عن جد كده يعني بس لكن والخط من زي الخط اللي احنا بتاع المطابع الايام دي لكن خط قديم اه يبقى كده المصحف ده ليه بقول كده ان بعض الاحيين بتبقى فيه ناس عندهم كتير جدا جدا معاني رائعة اه بس انا عشان بس نقول بس احنا بنقول ان الخط هو اللي تراثي القرآن ليس من التراث لا القرآن ولا السنة بس عشان الناس ما تتلغبطش لكن الخط نفسه يعني ليه قيمة عالية لانه مر عليه قدر من الزمن الدارسي الدارسون والباحثون يستطيعون الاستفادة العلمية المهمة طيب لا ده هو مش كده ده مصحف مطبوع من طباعة قريبة وخلاص قدامنا مجموعة من الحلول وكلها صحيحة وكلها حلال قدامنا مجموعة من الحلول وكلها صحيحة وكلها حلال الحل الاولا الحرق فيجي واحد يقول لي طي ازاي ناس كتير بقى يطلعون يقولوا حرق حرام لان ما ينفعش القرآن يتحرق ومعرفش ايه وقرآن دلوقتي الحرق لان سيدنا عثمان في باقي النسخ حرق باقي النسخ يبقى ايه اللي حاصل فيجوز ان احنا نعمل ده يبقى ايزا يجوز وهذا من باب التكريم هذا حلق على وجه التكريم لا على وجه الاهانة ده على وجه ايه التكريم لان احنا بنخليه لا يتعرض لي المهانة فدي اول حاجة حاجة التانية يجوز ان احنا كمان نعمل ايه نوديه لمطابع المصاحف بحيث انه يتفرم ويقعد تدويره يعني يقعد تدويره في ماذا يقعد تدويره في كمان اتباعة المصاحف يعني يدخل في اماكن الورق اللي بتتعامل المصاحف ويقعد تدويره يطلع كمان في الورق لكي وكأنه يتفرم ويتعجن وبعدين يرجع بعدين كده يتعامل الورق ويطلع يتكتب عليه مصاحف ودي صح كمان يعني اهو حر وبعد كده كمان انه هو يقعد تدويره فيه اتباعة المصاحف الحياة التالتة ممكن كمان يتدفن يعني ايه اللي حاصل اتفنه في الارض وكمان ده يكون شيء لطيف في الاخر خاص بيجي مسألة الفرم وانا انا في الحقيقة محبش واظن في مؤسسات تلوقتي بتجمع المصاحف وبتقوم بيؤاخدها وتوديها لبعض المؤسسات اللي هي بتعيد اتباعة المصاحف كل الاحتمالات دي او الحلول دي والمقترحات دي كلها صحيحة وليس فيها حرام فارجو ان ده يكون مناسب لحضرتك فيها شيء من ده وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعله في ميزان حسنات السؤال بعد كده بيقول لو سمحت يا شيخ انا وابني انا وابني منقطعين اكتر من سبع سنوات اعوذ بالله وهو ما سألش علي وانا مش ادرى اكلمه او اسمح على اللي عملوا في انا كده علي زنب اه لأن الله سبحانه وتعالى قال وان جاء هداك على ان تشرك بيه ما ليس لك بيه علم فلا تطعهم وصاحبهم في الدنيا معروف السبع سنين دي مش معروف خالص السبع سنين دي حرام وحدث النبي صلى الله عليه عليه وسلم قال لا يحل المرئ ان يهجر اخاه فوق ثلاث احنا عندنا ثلاثات كتير اوي وده مش اخوك وده مش اخوك ده والدك هتقول يا اسم انت مش عارف عمل في ايه رفض زيجة كنت هتزوجيها فوقف حياتك ودمر حياتك ان انت ما جوز تيش اللي بتحبيه ولو وانا مش بتفه الموضوع بس بقول ايه ده امام بر الوالدين يبقى يعني كل الوجع اللي انت انا عارف وكل ده بيجينا في الاستشارات يعني كل الوجع اللي انا اتوجعته منه ده نركنه على جنب مش بس اقلت نركنه على جنب هو سيحاسب على هذا الوجع بس انا انا شرعا مأمور ان احسن اليه ايه ده ده انا كنت مأمور ان انا احسن اليه وهو كمان كان مارس معايا الغواية وهو عايز كمان يدخلني ويجعلني اترك الدين فمن بنى فيما هو اقل من ذلك يبقى هو ايه اللي حاصل حديقة بتقولي اعمل ايه ببساطة خالص سألتيني انا علي زنب علي كذنب بتخلص من الزنب ازاي تتواصل معاه لان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الاثنين اللذان يلقيان بعضهما ايه اللي حاصل فرسول الله عليه وسلم قال يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام فابدأي انت بالسلام ابدأي انت بالتعرف عليه ابدأي انت بالعودة الى الى ساحة بر الوالدين هل انت كده في خارج ساحة بر الوالدين اه اه احنا كده في خارج ساحة بر الوالدين لان لو كان الموضوع في خطر عليك كنا ممكن نقول ده ايه اللي حاصل يبقى مسألة ان الضرورات تبقى المحذورات ان انت ضرورة الحفاظ على جسدك او حفاظ عليك من القتل او الموت كنا ممكن نقولك خلاص الضرورات تبقى المحذورات اما وان ده ما مش موجود معانا هنا يبقى خلاص بقى واجب عليك ان انت تسألي عليه حتى باللي عملوا فيها محدش قال ان الاثار النفسية واللي عملوا فيه كده ده حلال لكن انت بتسأليني دلوقتي انا اعمل ايه ايه حكم المؤطعة دي حكم المؤطعة دي حرام عليك وعليه اما وانك انت بتكلميني فانا اكلمك من مدخل بر الوالدين طب هو لو كلمني اكلمه من مدخل الرحمة فعليك ان انت تعملي ايه ترجعي تاني تكلمي وان شاء الله ربنا يصلح بينكما واحنا كلنا انا والسادة المشاهدين كلنا بندعلكم ان ربنا سبحانه وتعالى يؤلف بينكم بتقولي لي وانا لازم اسمح وكمان اسمح اعلفات لا انت لازم تبري لو سمحتي عايز دا تبريك لي انت بتقولي انا مش قادرة اتجاوز لا مش هقدر اأمرك اللي انت تغير الجزء النفسي ده لكن انت لو عملتي وحاولتي فيه انت بتعملي طاعة بتعملي طاعة فان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك هذه الطاعة وتكوني في خير حال ان شاء الله بتقولي طيب وانا ازاي عايز احصل ده وانا مش هسامحه ايوة احنا بنحسن للناس واحنا عارفين انهم مأزونا فانا مش هقدر شوفي التوازن ازاي انا مش هقدر اقولك انهم ازاكيش ازاكي يا ستي بس انت مأمورة ان انت تتعامل معا يعني انا هتتعامل مع حد ازاني اه ده هو سبب وجودك ربنا جعله سبب من اسباب وجودك والدك ووالدتك هم سبب وجودك في هذه الحياة فعشان كده لابد ان انت تحسني اليهم فتوكري على الله وان شاء الله ربنا عينك واكتب لك الخير والبركة والنور السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم ما حكم ترك الصلاة اثناء غياب العقل مرض اسمه في صام زهاني حسب وصف وتسمية الاطباء للمرض بعد رجوع العقل هل تؤدى الصلاة ام لها حكم اخر خلينا نقول ببساطة خالص ان الشخص اللي بيكون عنده هذا المرض بنشوف ايه الاثار بتاعت المرض ده لان المرض ده في الغالب ساعات قد يرتبط بيه ضلالات وقد يرتبط المرض ده بنوع من انواع فقد الارادة فمشان نقدر نقول ان هو فقد الارادة او ان فقد هاش غير لما نشوف اللي هو فيه لكن في الغالب لما بيطلق الصلاة من الاثار الموجودة لهذا المرض وخاصة بسبب ضلالاته الانسان بيعزف عن النظافة وممكن عزفه عن النظافة ده تيخليه ادي في بعض الاحيين الى انه ما يصليش في بعض دي بعض الاثار الموجودة في هذا المرض طيب هو ان اعمل ايه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجوز لي عن امتي الخطأ والنسيان ومستكروه عليه طيب صاحب المرض النفسي مكره فهو لا يسمى عليه يعني لما ترك الصلاة لو كانت تحت تأثير المرض ده بيتيجي هبات وتيجي مجات كده لو كانت تحت تأثير المرض ده وترك الصلاة بسبب هذا المرض يبقى خلاص لا يسمى عليه بأول حاجة هو لا يسمى عليه ولذلك رسول الله يقول رفع القرم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ والثالث والمريض حتى يفيق والمجنون حتى يفيق يعني لا إثم عليه لكن النائم هو نائم والنوم أحد الأشكال اللي بترتبط كمان معه حتى لما بيسكروها في نواقض رضو يعربوها جدا من مسألة زبا العق فهو يعمل إيه لما يعود هو ما كان ما زال حيا فزال عقله زال عقله فأصبح مش مخاطب ولا أصبح عنده عارض للخطاب أصبح عنده عارض لأنه بيفيق مش هو بيفيق يبقى في الوقت اللي هو بيفيق منه ده هو يعيد الراجح أنه يعيد الصلاة التي عليه بالطريقة الخفيفة السهلة أن يصلي مع كل صلاة صلاة بطريقة يسيرة سهلة بحيث أنه ما توصلوش إلى حد أنه هو يبقى في مهلكة لا إيه اللي يحصل يجوز أنه يصلي مع كل صلاة صلاة عندما يعود إلى حالة اتزاني ويخرج من حالة المرض وهل ده فعلا بيحصل كده طب إيه أنت ليه ما قلتش أنه أسم إذا كان هو مكلف إذا كان هو يعني موجه إلى الخطاب قلت أنه لا يأسم لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم فرفع القلم تعني أنه لا إسم عليه ولأن المرض النفسي أحد المكرهات يعني المرض النفسي عندما يصل في بعض الأمور وإحنا قلنا لأن الفصام ليه أحوال كتيرة جدا جدا ومن أحواله أنه زي ما قلت الحضاء في بعض الأحيين الشخص بيعزف عزوفا تاما عن النظاف فهو إذا كان يروح يتوضأ فهو أصلا عازف عن النظاف ما يصليش فإذن يكون عليه أنه يقضي ما فاته من الصلوات وإن شاء الله هو لا إثم عليه وندعو الله سبحانه الله أن يشفيه وأن يعجل أن يجمع لهم بين تمام الأجر والعافية يا رب العالمين يا سادة احنا النهاردة تكلمنا عن جليس مهمة أوي عن جليس شوية بيصيب الناس بالحمق جليس جليس سوء بس الناس ما تاخدش بالها منه هو جليس قسم الحياة إلى أبيض وأسود دون الرمات احنا عايزين نترك هذا الجليس ونرجع مرة تانية نشوف الحياة بألوانها اللي خلقها الله سبحانه وتعالى جزء من معرفتنا إن الله كتب الإحسان على كل شيء إن احنا نشوف الحياة بألوانها التي خلقها الله عليه كل ما الإنسان بيرى الحياة مش بهذا النوع من أنواع الابتعاد زي نقوله الإكستريم كل ما شاف الحياة بشكل حقيقي كل ما رأى نعم الله ورأى سعة الله ورأى فتح الله عليه يا رب الهمنا أن نرى الحق حقا وأن ترزقنا اتباع ونرى الباطل باطلا وأن ترزقنا اشتنابا اللهم اجعلنا من أهل النور الذين يرون الحقيقة ويعيشون بها ويسعدون بسعة التنوع الذي خلقت الكون عليه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اجعلنا في حصنك وفي رعايتك ومددك في كل وقت وحين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين PRESIDENTE انتظرني